الزمان الأخير هذا خلينا أقرأ الآية كمان مرة هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلم ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياق كما في النهار لا بالبطر والسكري لا بالمضاجع والعهري لا بالخصام والحسد بل إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوة في الزمان الأخير في هذه الآيات اللي قرأتها بيتكلم مثل ما ذكرت في البداية أنه مش بيتكلم على موعيد وعلى مثلا أمم أو شعوب أو أو إلى كيف رح تكون المجيء وكيف العلامات لكن يتكلم عن الهوية عن الكيان في حياة الشخص وهذا الأهم الله رح يتمم كل هذه الأمور اللي تتكلمنا عنها رح يتم ولكن انت ما هو حالك لاحظ هون بولوس عم بيتكلم عن التغيير التغيير الكامل التغيير في حياة المؤمن حياة المؤمن تعرف لما منقرأ في رسالة أفسوس إصحاح أربعة آية سبعة عشر مكتوب فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلك فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم فإذن أحبائي يعني هون بيتكلم عن حياة التغيير الكامل فالمؤمن يعني بكل بساطة يختلف عن الحياة الوثنية اللي كانت بتمارسها في روما وبيكتب لكنيسة روما فبولوس بيعتبر المؤمن قديس اختبر قداسة المسيح المؤمن هو سفير سفير الوطن السماوي وهنا بتشوف أحبائي شيء مهم جدا فليبي إصحاح 3 آية 20 فإن سيرتنا يعني مواطنتنا جنسيتنا our citizenship فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد طوادعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعاتي أن يخضع لنفسه كل شيء فإذا المؤمن بيختلف تغير أصبح عندي جنسية سماوية أو كما يقول الرسول بولوس لطيتوس خلينا أقرأ في الإصحاح الثاني طيتوس إصحاح 2 من آية 11 لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بدل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر